عدد من استفاده من خدمات المركز كاستشارات طبية وجلسات العلاج الفيزيائي عمدار عام واحد بلغ 735 مستفيد بلغت نسبة إصابات الحوادث والإصابات الحربية المباشرة 35% الإصابات المرضية 44% أسباب خلقية 20% وأسباب أخرى 1% بلغت نسبة الرجال المستفيدين من خدمات المركز 43% نسبة النساء 29% أما الأطفال فكانت نسبتهم 28% تم توزيع مجموعة من الأجهزة المساعدة مجاناً للمستفيدين 37 كرسم تحرك 24 وكر 35 زوج من العكازات 400 جهاز متنوع مثل الفرشات الهوائية وجبائر اليد والقدم وقع المركز مجموعة من الشراكات مع منظمات وجمعيات أخرى تم بمجبها إجراء 278 إحالة 65 شخص حصلوا على جبائر تقويمية وأطرف صناعية 10 أشخاص حصلوا على دورات مهنية 10 أشخاص حصلوا على منح دراسية 4 أشخاص حصلوا على مساعدات معدية أكثر من 35 شخص استفادوا من جلسات العلاج النفسي بين كبار وأطفال حيث تنوعت الحالات ما بين الاكتئاب والقلق والترابتر بعض الصدمي بـ TSD أوسم معا ننقذ الإنسان ونبني الأمل معا ننقذ الإنسان ونبني الأمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر